اشتركوا في القناة والدرس مع تلميذ ابناءنا الطلبة معانا النهاردة درس مهم جدا في رياضيات سنة 5 في الوحدة التانية وحدة المجموعات الدرس الكام؟ الدرس التالي اسمه ايه؟ انتماء مين؟ عنصر الى مين؟ الى مجموعة خدت بالكم من حاجة؟ الاولان مفرد عنصر التانية مجموعة صغة الجامعة والدرس اسمه انتماء لو العنصر موجود جوه المجموعة نقول ايه باللغة العربية؟ ينتمي الى وبتكتب ازاي رياضيا ايه دي علامة تنتمي جنبها تظهر على الشاشة طب لو عنصر مش داخل المجموعة نقول ايه؟ نقول لا ينتمي طب لا ينتمي دي بتكتب لفظيا طب فين اشارتها؟ نفس اشارة تنتمي بس هنعمل عليها شرطة ميلة يبقى لا ينتمي طب ادي مثال اما اجا اقول لك مثلا المعلم ينتمي المين؟ ينتمي للمدرسة اللي بيشتغل فيها لانه بيعمل بداخلها اما اقول لك مثلا المدرب الفلاني تبع النادي الفلاني موجود فيه وبيدرب فيه يبقى ينتمي اليه الطبيب اللي بيعمل في المستشفى ينتمي الى المستشفى المواطن المصري ينتمي الى مصر العزيزة ودي جنسيته ودي بلده يبقى ينتمي ليها لكن لو حاجة مش موجودة يبقى نقول ايه؟ نقول لا ينتمي كل اللي انا قلت ده نظري لكن عليها مسائل وعليها رموز وعليها ارقام كتير جدا فين المسائل؟ يلا نروح ونحل تدريبات كتاب المدرسة مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولاد بإذن الله الدرس التالت في الوحدة التانية انتماء عنصر لمجموعة انتماء ينتمي يعني موجود داخل المجموعة طب بنستعمله الرمز انه هو اللي انتو شايفينه ده ينتمي الى في حالة وجوده طب ولا تمتمي في حالة عدم وجوده ينتمي قادر رمز بتاعه لا ينتمي قادر رمز بتاعه ادي الاسبات ودي النفي في حالة الوجود خده عدم الوجود خده ويلا نعبرها ادي جملة عبارة بالعربي ستة عنصر من عناصر المجموعة سين طب اكتبها ازاي بالرموز الستة تمتني الى سين بدن عنصر من عناصرها واحدة تانية الخمسة تمتني للمجموعة صاب هنا مكتوبة رفزيا احنا عايزين نعبر على رمزيا الفرق بين الرمز وبين اللفظ يا ودي رمز نعمل ايه قادر خمسة وبدن تنتمي قادر علامة ودي الصد كابتل عشان اسم المجموعة اللي بعدها ده عنصر لا ينتمي للمجموعة مين يبقى نكتب الباب ونعمل علامة مين لا تنتمي ودي المين ده اتعبر عنها رمزيا اللي بعده السبعة عنصر ولكنه لا ينتمي للمجموعة نون ادي الكام السبعة ودي علامة لا ينتمي ودي المجموعة نون بدل الرموز بدل اللفظ اسكعلناها رموز ادي به عنصر من عناصر المجموعة كاف بدل عنصر من عناصرها يعني موجود جواها يبقى الباب مانو ينتمي لمين للكاف واكتبها كابتل وكبيرة يبقى هنا تحويل من العبارات مين من العبارات اللفظية للاشارات الرمزية ونشوف سؤال تاني بيقول لي اذا كانت المجموعة سين ايوة اقول لي عناصرها قال لي اتنين وثلاثة وخمسة وستة طب مطلوب من ايه قال لي اسكعمل الرمزين تنتمي ولا تنتمي لتكون العبارة صحيحة كل اللي اعمله هبص ودور على الرقم المطلوب يطار الثلاثة موجودة في السين ايوة الثلاثة موجودة ايه بدل موجودة يبقى تنتمي لان عناصر بياخد تنتمي او لا تنتمي طب هنا بيسأل على الخمسة الخمسة موجودة يبقى ياخد علامة تنتمي السبعة موجودة في سين ادور عليها مش موجودة يبقى تاخد علامة مين لا تنتمي الستة دور معايا موجودة بدل موجودة يبقى تاخد عالمة تنتمي برضو نفس استكمالي السؤال الزيرو اعلقته بالسين بور فوق ما تلاقيش الزيرو يبقى علامة لا تمتمي بور عنلي اتنين ايوة موجودة الاثنين يا مستر حامد يبقى علامة تنتمي بور عن واحد مع السين مش موجود يبقى علامة لا تمتمي ايوة ا اجل تلاتين اعلقتها بالسين يجي والدول ايوة اهد اتنين لاو شبك في بعض يبقى 32 اقول لي يا ولد لو عمل من اعمال الشيطان مش موجودة اللي 32 متصلة لكن دي 32 هو ما عندوش فوق 32 يبقى لا تنتمي اوعى تتخدع في السؤال ده ونشوف شريحة تانية درس سهل وبسيط وجميل ضع الرمز المناسب تنتمي ولا تنتمي اللي اتنين اعلقتها بالمجموعة نعمل بحث يبقى اعلامة لا تنتمي يلا لبعضه حرف الصاب اعلقته بمجموعة حروف كلمة مصر اقول له لو فكت مصر العلي العزيزة الغالية هتلاقي الميم والصاد والراء الصاد موجودة ايوة موجودة وبما انها حرف وبما انها عنصر وموجود يبقى يخد علامة تنتمي التلاتة اعلقتها بالاعداد الفردية لو فتحت قص مجموعة هتلاقي الاعداد الفردية واحد تناتة خمسة سبعة الى مالة نهاية التلاتة موجودة ايوة موجودة لانها عدد ايه عدد فردي ياخد تنتمي اللي بعده السبعة اعلقتها بمجموعة ايام الاسبوع يجي ولد يقول تنتمي اقول له ليه تنتمي يقول لي مش عدد ايام الاسبوع سبعة يا مستر اقول له يا ولد هو جاب سريك عدد الايام ده بقول مجموعة الايام يعني لو فقتها بالسرد هتقول مين السب والاحد والاثنان لحد مين لحد الايه الجمعة صح ولا لا ايوة صح يبقى عمرك ما هتقبل السبعة يبقى تنتمي غلط امال مين لا تنتمي لانه ما قالش العدد ده بيسأل على الايام اللي بعده شهر مارس اعلقته بفصول السنة اقول له فصول السنة ده فيها مين ده فيها الربيع والصيف ومين والخريف ومين والشتاء كمان الله ده اربع فصول هل شهر مارس منهم لا ده باسمها فصول لكن مارس منين من الشهور ما لهمش علاقة ببعض يبقى لا تنتمي اللي بعده التلاثة اعلقتها بدول يجي والد أنا شايف تلاثة وثلاثة وثلاثة اقول له ما فيش تلاثة سادة التلاثة دول مرتبطين مخطبين تلات عشر تلات وثلاتين تلاتة لا يبقى ما انفعش دي تلات عشرين دي تلاتة وثلاتين لكن ما فيش تلاتة سادة بلا ما فيش بقى ناخد علامة مين علامة لا تمتني يالعدد بذاته يمن اخدش اللي بعده شريحة تانية وجميلة جدا في الامتحان أكمل بعدد مناسب إيه الل 4 تنتامي يعني موجودة يا مستر حرام عليك الل 4 هي الاتنين أقول له لأ الل 4 هي الخمسة أقول له لأ يا ولد يبقى الل 4 هي السين يبقى كمية السين اللي بنبحث علىه بربعة اللي بعده الخمسة برضو موجودة بس مش هي السبعة ولا هي التسعة يبقى هي مين يبقى هي السين يبقى سند خمسة يا شطار إيه اللي بعده إيه الخمسة تنتمي جوا دون بس الخمسة مش الثلاثة بس استنى استنى يا مستر ده في مسألة جمع وربما لو جمعنا دون يطلع الإجابة خمسة طب نعمل إيه نجعل بالسند ونحط نقاط ونقول لنفسنا أربعة زائد كام يبقى خمسة أيوة برافو عليك واحد واللي مش عارف يطرح خمسة مقصة أربعة يطلع واحد يبقى كده موجودة أربعة واحد خمسة يبقى فعلا تنتمي اللي بعده فزورة حذر فذر مين العدد اللي بينتمي الدون وينتمي أيضا أيضا لمجموعة الستة وعوامل العدد الستة يبقى لازم نجيب عوامل الستة واحد في ستة بستة كتبتهم إزاي اتنين في تلاتة بستة عشان يطلعهم يترتبين حذر فذر مين اللي موجود في المجموعة دي وموجود في المجموعة دي مين العامل والزبون المشترك عرفتوه؟ أيوا عرفنا الثلاثة بنت إمتى لما جبنا عوامل الستة شريحة مهمة وشريحة جميلة وبيجي منها فان في الامتحان وما تنساناش في الدعاء يا حبادة يا عسل كده يا أولادي الحمد لله خلصت حلقتنا النهاردة حلقت مين الدرس التالت في الوحدة التانية وحدة المجموعات رياضيات صف الخامس يا رب يكون درس سهل وبسيط وميز بين العلمتين ينتمي إلى ولا تنتمي إلى في حالة وجود العنصر والمجموعة الأول عنصر لو موجود أحط تنتمي لو العنصر مش موجود نحط لا ينتمي من أمام الأرقام اللي قدامنا أو الرموز أو الأسماء أو الحروف حل كتير وحل بإيدك درس سهل وجميل وتابع الحلقة مرة واثنين عشان تتقنوا بإذن الله وأي سؤال أي استفسار ابعث ونرد عليك وأي معلومة تحب تسأل عنها هنفيدك فيها بإذن الله وعلى طول سابسترايب للقناة ولايك وشير وشير في الخير مع اللسكولة ومستر حامد البيوغي